وكالة أنباء نظام أسد سانة نشرت خبر أمس عن إقرار مجلس الشعب التابع لأسد قانون بموجبه بيتحدد فيه مدة صلاحية للبطاقة الشخصية بعشر سنين وبعدها لازم المواطن السوري يرجع جددا طبعا بطاقة الشخصية المعروفة باسم الهوية أو الهواوي مثل ما بيعرفوها السوريين تجديد الهوية يعني رسوم يعني زيادة كلفة مادية على المواطن السوري اللي عايش عم يعاني من الغلاء بمناطق أسد هذا الغلاء اللي تسبب بتضخم وصل بقاب السنة الماضية لألفين بمية وهذا الرقم كشف عنه من يومين مسؤول بالمكتب المركزي للأحصاء بسوريا السوريين بمختلف أطيافهم عبروا عن رأيهم على السوشل ميديا بعد انتشار الخبر على صفحات الفيسبوك مثل ما زين اللي قال كيف سيتم تديد الهوية الشعب بدي ينزل عن نفوس آلاف خود على زحمة مع الكورونا أما هشام علاق يعني أنا كمواطن عم بشتغل 16 ساعة وما في عم بشبع الأكل ولا بقدر اتزواج شو بيفيدني هاد القانون أما هي بعلقات فاضين ما بدو المواطن المنحوسي شبع أكل لحطي يفضي يجدد هويتو حلو عنا حكومة فاشلة وبس لم عملة وتضرب علينا مع الأسف صار قلنا مدة صلاحية شي محزن ومخزي أبو حسين علاق باب للتشليح جديد لأنه نص الشعب ما معو حق ربطة الخبز بقى منين بدو يجيب هالتكاليف أما ياري علاقات معو نحق البني آدم كل عشر سنين بينزلوا أبديت جديد لازم يواكبوا كل التطورات طيب هون في سؤال كيف بلد نص شعبه مطلوب لأفرع المخابرات يقدر يجدد هويتو؟